للأسف الشديد للأسف الشديد اللي بيحصل في اتحادك أو داخل اتحاد كرة القدم أنا في بعض الأمور بكون بس بجيب الورق كله مرة واحدة عشان موري جمهور النادي الآلي بقى جمهور النادي الآلي عارف هو اتحاد كرة القدم ده بيعمل ايه؟ والمصلحة مين؟ لأننا كل غراضنا هو المصلحة العامة فقط لغير ومصلحة الكرة المصريية طبعا هو أنا حمسك منتخب الشباب مثلا ولا ليه علاقة ولا عايز ولا ليه ولكن هو اللي بيحصل ده حرام عندنا مجموعة لاعبين جيدين ولكن لا يوجد تخطيط مفيش مباريات ودية لعبت ولو حصل إنجاز كان كله حيجي يقولك أنا عامل ومسام وأنت فكرك أن أنت لو حتى صعدت كتالت للمجموعة والله عيب والله العظيم تلاتة عيب عيب إحنا مستنيين بأن شهر ونص شهرين على كمية الفضايح اللي في منتخب الشباب ده تحديدا وحنفضل أنا شخصيا مش هفتح حاجة في هذا الأمر غير ما بعد ما بعد ما تنتهي هذه البطولة لأنه الولاد صعبانين عليها جدا منتخب الشباب ده صعبانين عليها جدا ولكن اتحاد كرة القدم من أول رئيسه لغاية أصغر عضوه فيه كلهم يستحقه لأنه أنا شايف والله فيه منهم في منهم من اتحاد كرة القدم قال لنا ومش محمد بركات عشان ما حدش يقول لي أن بركات أنا يعني بقى أنا فترة منتكلمش أنا وبركات عشان ما حدش يقولك بركات اللي قال له لا مش بركات حد قال لي أنه هم كلهم غير مقتنعين بوجود المدير الفني لمنتخب الشباب طيب يا عمّة مش مقتنعين أنا مش مقتنع بحد طيب ما ماشي بس عشان آآ عموما خلينا نتكلم بعد نهاية هذه البطولة لأنه اللي بيحصل مع منتخب الشباب ده يا أولاد لشبابنا بقى لشباب المنتخب لو وصلهم الفيديو أو لو قاعدين بيتفرجوا أنتوا بتلعبوا باسم مصر المباررة اللي جاية أمام السنغال حياء أو موت اعملوا اللي عليك وموتوا نفسوكو اللي يلعب يلعب وتقال لكوا حاجة طالت لكو ما تقالت لكوش حاجة واتقالت لكوش حاجة وموتوا نفسوكو واكتهدوا لأنوا بتلعبوا باسم مصر بلد مية واربعة ولا مية وعشرة مليون نفسهم يشوفوا ولادهم في كاس العالم للاندية في كاس العالم للمنتخبات وانا هبتدي ان شاء الله بداية من الاسبوع القادم هنعمل كشف حساب لاتحاد كرة القدم ايه اللي نجح فيه اتحاد كرة لو نجح في حاجة هقول او حد يطلع يقول لي لو اتحاد كرة القدم نجح في حاجة ادارية حتى يا اخي ده قيد ده اللي انا عرفه اللي انا عرفه في اي حاجة ايه مثلا خلنا نتكلم عن القيد مثلا يعني انا بقول مثلا القيد ده بيقى في اليوم واحد وثلاثين ده اللي انا فهمه ده اللي انا عرفه على قد معلوماتي اللي انا فهمها يعني القيد بيقى في اليوم واحد وثلاثين ساعة اتنشر بالليل اتنشر وثانية ما ينفعش حد يقيد فلو حد قيد بعد الساعة اتنشر يبقى فشل من اتحاد كرة القدم عندي مشكلة في ان انا خبي جواب احطه في الدرج وطلع ان الادارة التنفيذية هي لجنة بتيجي تطلع ان الادارة التنفيذية دي هي السبب في هذا الامر وان النادي الاهلي خسر بطولة بسبب هذا الامر فاللي انا اعرفه ان انا مين المسؤولة جماعة اسلام اسلام يمشي ده اللي انا افهمه عندي خبير اجنابي جايبه علشان يطور في كرة القدم او في التحكين في كرة القدم خبير الاجنابي ده اتشاتن وحصل معاه حاجات قد كده ولم يتم احميته يبقى فشل في كل المواضيع فشل اداري وفني وكل شيء وفضيحة علامية للكرة المصرية في عهد هذا الاتحاد وقبلها كارلوس كيروش وفضيحة علامية قبلها ايهاب جلال كله مفيش حاجة عدلة عملت خلال الفترة اللي فاتت سواء ادارية او فنية فضايح 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 ودينا بنجمع الورق علشان لما نيجي اتكلم مع حضراتكم اتكلم بورق لانه حرصا على منتخب الشباب انا في ظهر هذا المنتخب ويا اولاد اللي شايفيني اسمعوا كلامنا احنا ياما شوفنا الحمد لله لوحد لقى منتخب ناشئين ومنتخب شباب ومنتخب اولمبي ومنتخب اول وكل حاجة فاللي بقوله لكم ما تحطوش حاجة في دماغكم شيلوا كل حاجة من دماغكم واتمسكوا بفرصتكم عندكم ماتش مش لو قدام السنغال لو قدام الارجنتين والبرازيل هتكسبوه من شاء الله يوم المباراة القادمة العابوا وكسبوا احنا في ظهركم وحنفضل دايما في ظهركم لان عندكم اتحاد كرة ولا بلاش ملكوش دعوانتوا بالكلام ده العابوا عشان نكسب ان شاء الله السنغال ويبقى عندنا فرصة ان احنا نطلع من افضل التوالد ونصعد الى الدور اللي بعد كده ويحلها الف حلال بعد كده ارجو ان الرسالة دي تقول انا عندي شوية حاجات فيما يخص موضوع منتخب الشباب دي هجبها لحضراتكم بعد نهاية هذه البطولة وقول لكم واحد واثنين وثلاثة والخناء اللي حصلت ما بين مين ومين ووزير الشباب ورياضة راح عمل ايه وقعدوا مجلس الادارة اللي دخل شاط الباب وقال لهم ايه كل حاجة حولها لكم كل حاجة ولكن كله في وقته كله في وقته كلنا حنساند وندعم منتخب الشباب في المباراة اللي جاية نحن بنلعب باسم مصر وبعدين نبقى نتكلم عن هذه الامور اشتركوا في القناة